اشتركوا في القناة بتركزوا كتير على الأشخاص المحتاجين وكمان بتساعدوا أشخاص أكثر غيرهم زماننا تأسست عام 1997 بطريقة كتير عفوية بين مجموعة من السيدات الأصدقاء اللي قرروا يقوموا بها المبادرة خبرينها شوي أكتر جمعية زماننا هي جمعية ثقافية اجتماعية صحية هي بتساعد بكل المجالات تقريباً الاجتماعية أكتر شي يعني التعليم عنها هو شيء أساسي كتير اللي هو ممنوع أي ولد يكون منه موجود بمدرسة أو عم بكفي معهد أو فيتع الجامعة إذا طبعاً عنده الابلتيز الطاقة يعني الموجودة الحالات الاجتماعية اللي بنساعدها هي توزيع مونة مؤن غزائية كل ثلاثة شهر فصلية بنساعد المسنين تعرفين نحن نستلم العائلة بكل تفاصيلة يعني بالبيت بيكون فيه مريض بيكون فيه مسن بيكون فيه تلميذ بيكون فيه حالة اجتماعية حالة خاصة قد ما فيه نعم نقدر أكيد ضمن إمكانيات الجامعية يعني بتحاولوا تأمنوا كل حاجات العائلة يعني وين فيه نقص وين فيه حاجة أنت بتحاولوا تكونوا موجودين صح يعني زماننا عم بتجرب أنه تكون بالمجتمع اللبناني المجتمع اللبناني هو مش بس يأكل ويشرب أو بس يتطبب أو بس يتعلم كلهم مجموعين مع بعض وأكيد بدوا دعم الستات الجامعية قرروا أنه يكونوا متطوعات يكونوا عم يشتغلوا لهالهدف اللي هو المساعدة لهالعيال المحتاجة للبنان فريق زماننا مألف من سيدات متطوعات صح نحن مزبوط كلنا أصدقاء كلنا منشتغل على قلب واحد كلنا عنا الروح الحلوة بالعطاء وكلنا معطي من وقتنا وما عنا نحن موصفين بزماننا كلنا متطوعين وفي هيك بتحسي فيه ألفة يعني بين بعض لأنه لما بيكون الهدف العمل الخيري تحسي أنه الكل عم يشتغل بحماس أكبر روح العطاء بالنهاية هي اللي بتجمعكم وبعد مرور عشرين سنة كيف تغيرت أهدافكم؟ هلأ هي الأهداف ما بتتغير على قد ما هي تتطور حاجة زادة تمكن صح تتطور يعني حتى نحن أحلامنا بتكبر شوي بنصير بدنا نساعد على نطاق أوسع وأكتر قد ما فينا هلأ الوضع الاقتصادي بالبلد تعرفين أنه كتير بحاجة للدعم كمان من كل النواحي يعني نحن هلأ بتقولوا العالم صارت توسق فينا أكتر على مدار السنين وهذا الموضوع عم بيخلي الناس أنه تتبرع أكتر لحتى نقدر نساعد هيدول العيال هيدول العيال اللي احنا ملتزمين معهم من السنين فهدفنا أنه نحن نقدر نلأمل لهم لحياة الاجتماعية اللي بتناسبهم وبكرمتهم طبعا يعني المساعدات اللي بتقدموها مش مرة واحدة بس وبتكملوا وتتعرفوا على عائلات جديدة في علاقة بتنشأ بينك وبين هالعائلات وبتابعوا معهم مشوارهم أكيد على مدار السنة It's a continuous job effort أنا اليوم جاي أحكي عن آخر نشاط للكون بالنهاية أنتوا جمعية خيرية بتتكلوا على تبرعات أصحاب الأياد البيضاء ومن ضمن النشاطات اللي بتقوموا فيها هو رح يكون garage sale صح garage sale garage sale بلش هيك بفكرة أول مرة بتقوموا بهالحق هي سابع سنة سابع سنة ستة من ستات الجمعية تلعت بالفكرة أنه بيوروب بيعملوا هذا الموضوع بأمريكا وكندا وهيك ليش ما منلم الغراض من البيوت بتبقى في كتن ستات بيجيها كدويات على بيوتها بالمناسبات بتخبيها ما بتناسبها ما بدها تحديها لحدها بس أنه ما عطتها لحدها ما عرف شو بدها تعمل فيها بيجمعوا كتير نحن ناس منخبي غراض فمن وراء الجراج sale تعلمنا أنه لا نعطي صرنا نعلمها الغراض بحالة جيدة يعني أشياء موجودة ببيوتنا أشياء ممكن تكون جديدة غير مستعملة رح نكمل حديثنا ستغنى ولكن عنا نقل مباشر ومنرجع نرجع لحديثنا مع ستغنى بلعج هارودي رئيسة جمعية زماننا عم نحكي عن نشاط خيري رح يقدمه قريبا هو غراج sale كده عم تخبرين عنه الغراج sale هو مثل بكت عم قول أنه بلش بفكرة من ستات الجمعية أنه لازم نلمل غراض هيدول لكننا نقول عنهم أنه من البيوت يمكن ناخدون يمكن من محلات بلشت هايك الفكرة بلشت جرازج زي sale صغير ومن سنة لسنة صار كتير كبير طورت الفكرة طورت الفكرة فالمعرض هو عبارة تقريبا بيكون بقلبه 2000 قطعة الستات كلهم بيشتغلوا بيرتبوا الغراض بنستلم الغراض من المحلات هي محلات كتير معروفة باللبنان عندهم أكساسوريز تعطينا أغراض من الستاكبن عندها منرتبة وبنفس الوقت بتكون جديدة كمان ومنعرضها بأسعار كتير زهيدة فيها تكون مستعملة فيها تكون مستعملة بس انجوت كونديشن بحالة جيدة أكيد وانتو بتنطفوها بتضبطوها أكيد عنا فضة عنا نحاس عنا خشب تابليات عنا أكساسوريز للبيت مخدات أي شي بيخطر ببالك موجود بهذا الجاراج سيل كبير كتير وحلو كتير وفي زوار كتير بتنطروا من سنة لسنة وان شاء الله هالسنة يكون الإقبالة عليه أكثر أكبر وأكبر بالأخص أنه بيعود ريعوا لعمل خيري يعني لدفع الأقصات المدرسية للولاد والمعاهد والجمعات مثل ما قلنا للأدوية للعمليات الجراحية فإن شاء الله بيكون موفق هل الأشخاص اللي عم يحضرونا اللي حابيني أدموا بعض الأغراض لألكم تستقبلوهم أكيد أكيد نستقبلوهم مين فيوني يسلموا هالأغراض مركز الجمعية اللي هو وين اللي هو على الظريف شرع رشيد نخلي بنية البلعة الجراند فلور جمعية زماننا ما ذكرنا LBC بتستقبلوا LBC كمان لا لا نحن ألبسة صعبة كثير علينا الألبسة بدأ شغل صار بدأ سرز وفرز وتنظيف وترتيب وإيسات وهيك إن شاء الله نصير مستقبل الألبسة بس في جمعيات تانية كمان بتعنا بهذا الموضوع غيرنا نعم ولكن أنتم ركزين على الأشياء اللي زكرتية هي الأجهزة المنزلية والأشياء الأكسسوريز كمان الأسعار اللي عم بيعوها فيها مدروسة كمان زهيدة جدا يعني حيكون في براندز حيكون في ماركات مرتبة كثير بتتفاجأوا بالأسعار الموجودة فأكيد حتح يعني الناس حتلاقي طلبة وين رح يكون المعرض؟ حيكون بالديونز بفردان بالرادسون بلو نعم من الساعة عشرة الصبح للساعة ستة نعم 6 ديسمبر طوال نهار يعني فينه يروحوا يقضوا نهار ويشوفوا كل الأشياء غراد على أنواعه أسعار كثير مدروسة وأكيد بوقته بوقته إجا هالمعرض لأنه نحن عبوا بالعياد وفينا لأشياء هدية لعياد الميلاد أكيد لعياد الميلاد لعياد المولاد لكل هلأ المناسبات الهاليدي سيزن لأنه كثير بيناقى أشياء حتى عنا كيكس عنا شوكولت مأكلات كمان كلها دونيشنز نعم أعطينا فكرة بس تنحمس المشاهدين على الخدمات اللي بتقدموها يعني المساري اللي بتجمعوها من وراء هالنشاط لوين بتروح تماما أنتو ما بتسلموا مساعدة نقدية لهالعائلات نعم يعني هذي كثير حالات بتكون شو بيقوله خاصة يعني فيه شيء أوقات بس لا نحنا يوجد المدفع الأقصاد للمدارس بايتشيكس أو للمعاهي وفرق العمليات الجراحية أكيد بنساهم فيها لأنه بيكون أوقات مبالغ كتير كبيرة بتكون مع الملائم يعني فيه متابعة دقيقة لهالأموال وين بتروح وكل شيء موسط أكيد بيشاففية عم تشتغلوا من وقت ما تأسستوا لليوم اللي يعطيكم ألف عافية ستغناء وعقبال كل سنة أهلا وسهلا شكرا ندر لك العام وانتو بخير شرفتنا وثانكيو بليفتنا موسيقى اشتركوا في القناة